السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه يجمعينما ما بعد بديا ذي بدي أحمد الله سبحانه وتعالى انهيى لمذل هذه الفرصة باللقي بكم ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والرشاد وكذلك مكتب الدعوة وكذلك أشكر لإخوة القائمين في جامع الراجح بالرياض خرصها الله بلاد المسلمين وذلك كله بعد شكر الله تعالى على إتاحة الفرصة لعقد مثل هذه المجالس العلمية وقد توقفت في التفسير عند سورة الشمس يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها فألهمها فجورا وتقواها قد أفلح من سكاها وقد خاب من دساها كذب السمود بطواها إذ انبعث أشكاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فاقروها فدمدم عليهم ربهم بدمبهم فسواها ولا يخاف عقباها هذه الصورة صورة مكية وهذه الصورة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن معاذ بن جبر رضي الله عنه أنه صلى بقومه فافتاتح صورة البقرة في صلاة العشاء قال الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ ثم قال له كما في الحديث الصحيح هل لا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فأخذ من هذا أن من السنة أن تقرأ صورة الشمس وضحاها في صلاة العشاء وهذه الصورة تسمى بصورة والشمس وضحاها بالواو وتسمى بدون الواو والشمس وضحاها وهذه الصورة إلا ما كنواهم هي أكثر الصور قسما يعني الله أقسم بمخلوقات عدة أكثر الصور قسما هذه الصورة يمكن تقريبا تسع أقسم الله بها فالله أقسم بالشمس وضحاها وأقسم بالقمر إذا تلاها وأقسم بالنهار إذا جلاها والليل أقسم بالليل إذا يغشاها وأقسم بالسماء ومبناها وأقسم بالأرض وما طحاها وأقسم بنفس وما سواها وجواب القسم قد أفلح من زكاها فقد لا تجد صورة بمثل هذه الأقسام وكثرتها والله سبحانه وتعالى عندما يقسم بمخلوقاته لأنها تدل على عظمته وأيضا الله رب العالمين يقسم بما شاء لأنه لا يسأل عما يفعلهم يسألون وهذه اللي الشالة يقسم الله بها فالله أقسم مثلا بالفجر وليل عشر وأقسم مثلا بالضحى كما تقدم وأقسم بالليل إذا يغشى وهنا الآن عندنا والشمس وضحاها فهذه المخلوقات تدل على عظمة خالقها وهذه قاعدة ضعها في ذهنك كل شيء ترى تنبهر به يعني مما يكون في هذه الدنيا من اختراعات ومن إلى آخره هي كلها تدل على عظمة الله رب العالمين فالاختراعات هذه التي صنعها هذا الإنسان الله هو الذي صنع خلق هذا الإنسان والله ونفسه هو الذي قال علم الإنسان ما لم يعلم وقال والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون الشيء وشيء ينكر سيقة مساك النفي فتعم كل شيء فكل ما صنعه الإنسان مثلا يدل على عظمة الله رب العالمين لأن الله هو الذي خلق الإنسان كذلك الشمس هذه العظيمة يذكر عن الشمس بعض المعلومات يذكرها الآن يذكرها علماء الفلك أن الشمس أكبر من الأرض بمليون مرة الله أعلم عن هذا الكلام يذكرون هذا الشيء وأن الشمس بعدها عن الأرض 150 مليون كيلومتر وأن الشمس درجة الحرارة الخارجية غير الباطنة غير اللب فيها أنه خمسة ألاف درجة وهي كتلة نارية ولذا يقسم الله رب العالم بها وهي أكبر من الأرض بمليون مرة وهي تعتبر كما قال الشاعر زحل شرى من ريخه من شمسه فتزهرت لعطارد الأقمار زحل أبعد النجوم والكواكب عن الأرض وبعده بالترتيب زحل شرى المشتري من ريخه والمريخ من شمسها المشتري عن الشمس فتزهرت الزهر لعطارد الأقمار وأقرب النجوم والكواكب هو القمر إذن هذا عظمه لله رب العالمين والشمس وضحاها والشمس يعني وضوءها والشمس وضحاها يعني النهر كله قال بجر الطبر والصواب يقال أقسم الله بالشمس ونهارها لأن أضوى الشمس الزهر والنهار والشمس وضحاها وهذا الشمس يعني جعلها الله رب العالمين فيها من الفوائد الشيء الكثير كما ذكر بعض العلم مثلا ففي النهار في النهار قد استغنى عن الكهرباء الأنوار بالشمس وضوء الشمس مثلا في الشوارع مثلا كم إذا أيضا هذه الشمس مثلا يعني 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 فيها فيها حياة البشرية الخلق حياة النبات والإنسان والحيوان ثم هذه الشمس في خروجها لا تخرج فاجأة هكذا تخيل لو أنك ناعم في غرفة مثلا مظلمة ثم جاء الأولاد يوقضونك للصلاة فأضاوا الأنوار فاجأة هكذا ماذا سيكون لك ترتاع أو لا لا وعي عيونك قد يصيبها ما يصيبها وهو ضوء بسيط يعني 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 مصباح بسيط كيف لو خرجت الشمس فجأة هكذا هذه الكتلة العظيمة هذه آية من آية الله ولذلك فإن الشمس تبسط وضوءها على الأرض خلال ثمان دقائق ثمان دقائق لكن تخيل لو خرجت فجأة وهذا يدل على عظمة الله رب العالمين وصنع الله ولذلك قال الله تعالى صنع الله الذي يتقن كل شيء وشينك رصيقة مساق الاثبات تتعم كل شيء طيب نختصر عشان نمشي على السورة والشمس بضحاها فالله يكسم بها ولا يجوز للمخلوق أن يكسم بغير الله من حلف بغير الله فقد أشرك وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت فلا يجوز الإنسان يقسم بغير الله كان يقسم بالأمانة أو النبي أو الولي أو غير ذلك هذا كله لا يجوز أما رب العالمين فهو لا يسأل عما يفعله مسأله والشمس بضحاها والقمر إذا تلاها فآية النهار والشمس وآية الليل القمر فإذا غابت الشمس تبعها القمر وتلاها وبعض أهل العلم يقول لعل من ضمن الحكم في كون الشخص يصوم يوم ثلاثة عشر وربعة عشر وخمسة عشر شكرا لله على ما يضعه الله رب العالمين من اكتمالي للقمر فيضيع الأرض في اليوم الثلاثة عشر وربعة عشر وخمسة عشر وأهل العلم يقولون إن القمر يأخذ نوره من الشمس القمر يأخذ نوره من الشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلها وهذا هذه الآية مثل قول الله تعالى والنهار إذا تجل يعني ظهر وفي قوله نعم والنهار إذا جلها والليل إذا يغشها يعني أن الليل يغش الشمس ويغطي النهار وهذا التعاقب بين الليل والنهار ليل ونهار ويعقبه وكل واحد يطلب الثاني حديثة يطلبه حديثة واختلاف الليل والنهار واليوم قد يكون طويل مثلا في الصيف ويكون قصير في الشتاء ويكون بارد ويكون حار وتصريف الرياح هذه الحركة في الكون التغير هذا الكثير ومره برد ومره حر وكذا هذا كل يدل على أن هناك من يدبر هذا الكون رب العالمين أنه في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لا يتلل الباب لآخره في هذا الرد على الملاحدة والنهار إذا تجل والنهار إذا تجل والليل إذا يغشها والنهار إذا جلها والليل إذا يغشها والسماء وما بناها يحتمل أن تكون هنا أن تكون ما في قوله وما بناها مصدرية بمعنى يكاد مصدرية يكون والسماء وبنائها وهو قلقت هذا ويحتمل أن تكون معنى من يعني السماء وبانيها وبالله رب العالمين والسماء وما بناها وعظمة هذه السماء تدل على الله ولذلك أقسم الله بها وقد أخبر الله عن السماء أنها أنها وبنينا فوقكم سبع شدادة وأنك تراها بغير عمد تراها ليس لها عمدة مثل هذا المسجد مثلا المسجد لو وزلت الأعمدة في وسطه سقط المسجد السقف على خر السقف طيب ما الذي مسك السماوات بغير عمد نراها والله وصفها بالعظم هذا يدل على عظمة الله والسماء وما بناها والأرض وما طحاها يعني طحاها يعني دحاها وبسطها ومد الأرض والأرض مددناها والله رب العالمين دح الأرض بمعنى أنه أودع فيها أقواتها في أربعة أيام وضع فيها ما يحتاجه البشرية في عيشهم عليها من المعادن من الزهب والفضة واليرانيوم وإلى ما لنهاية والحديد الذي تقوم عليه صناعة العالم الآن في القديم والحديث وأنزلنا الحديث فيها بأسنا شيء هذا في الأرض وكذلك الله جعل الأرض تُنبت وكانت الأرض لا تُنبت والسماء لا تُمطر ففتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات هذا كل يدل على عظمة رب العالمين هذا الخالق العظيم أولا مرة الذين كفروا أن السماوات كانت رتقا ففتقناهما فتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات وَجِعَنَّا مِنَا كُلَّ شَيْحَنَا فَلَا أَيْمُونَ قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَهُ وَاسْتَمَاهُ وَبَنَاهُ وَضْيَا مَا طَحَاهَا وَنَفْسِي وَمَا سَوَى هَذِي النَّفْسِ التي سواها الله رب العالمين قيل إن المقصود بالنفس كل مخلوق الله هو اللي سواها وهذا نعم قيل هذا القول وقيل نفس ما سواها المقصود بالجن والإنس لأنهم هم المخاطبين والدليل على ذلك أن الآية بعدها تقول وَنَفْسِي وَمَا سَوَاهَا فَلَا مَا فُجُورَهَ وَتَقْوَاهَا وليس هناك أحد مخاطب يعني مكلف إلا الإنس والجن طيب فالله تعالى يقول وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا نَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا الله رب العالمين سوى هذه النفس وخلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة فأقيم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله لا تفطر الناس عليها والله سبحانه وتعالى جعل الإنسان خلقه في أحسن ثقويم كما تقدم سورة الدين فالله يقول وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ما جعلك الله هكذا خلقك وهكذا وإنما خلقك لعبادته وبين لك طريق الخير وطريق التقوى وطريق الفجور فقال فألهمها فجورها وتقوها بيّن لك طريق الخير لتسلكه وحذرك من طريق الشر لتتركه فالله مع فجورها وتقوها جواب القسم قد أفلح من زكاها يعني قد فاز بالمطلوب ونجأ من المرهوب من زكا نفسه وطهرها من الذنوب وطهرها من الشرك والبدع والخرافة والوثنية والمعاصي والذنوب هذا يفلح قد للتحقيق قد أفلح من زكاها وبالمقابل وقد خاب من دسها وقد خاب من دسها يعني دسسها يخمل النفس ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله تعالى قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها فكأن السائل أن قال هل هناك مثل على أن هناك من أوقع نفسه بالذنوب والمعاصي قال لك ضرب الله لنا مثال قال كذب الثمود بطغوة وكان السائل آخر قال لماذا لم يقول الله رب العالمين مثلا كذبت قوم نوح المرسلين لماذا اختار مثلا ثمود لماذا لم يقول يتكلم عن هود تعرفون هود وضع مكانهم مين في الربع الخالي قريب من عمان في أقصى الجنوب الجزيرة العربية فالتمس بعض العلماء قال لعل السبب في ذلك أن الله لما هدد كفار قريش الكافرين به أقرب الأماكن لهم والتي يذكرهم الله بها وأن هناك قوم خاب تنفسهم وقد خاب من دسها وأوقعوا في الظنوب المعاصي وخالفوا نبيهم الكريم صالح صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إلى مكة من هم الذين في مدينة في العلاء اللي هم المدينة صالح صالح صلى الله عليه وسلم وهم من أنبياء العرب لأن أنبياء العرب أربعة تقريبا أو خمسة نسيت هود وصالح وشوعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم وأفضلهم من نبي صلى الله عليه وسلم على إطلاق على جميع الأنبياء والرسل فالله تعالى أغضره قال كذب الثمود وهم قم صالح وإلى ثمود أخام صالحا قال يا قوم ببعد الله ما لكم يا غيره وجميع الأنبياء والرسل دعوتهم إلى توحيد الله رب العالمين كذب الثمود بطغوه يعني بسبب طغيانه ومجاوزة الحد لأن الطغيان مجاوزة الحد إن لما طغ الماء حملناكم في الجارية يعني تجاوز حده كذب الثمود بطغوها طيب ماذا فعلوا إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها يعني أشق القبيلة وهو قدار ابن سالف يضم القاف وكان زعيما عندهم وشجعوه على قتل هذه الناقة التي آيه من آية الله رب العالمين جعلها الله لصالح صلى الله عليه وسلم يصدقوا به ويؤمنوا به فجعلها الله له آية فشجعوه على قتل هذه الناقة والله جعل للناقة لها شرب يوم ولهم شرب يوم معلوم وملوا من هذه النعمة ماذا فعلوا؟ اتفقوا على أنهم يعقرون هذه الناقة فنبي الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم حتى أنهم قالوا فنادوا صاحبهم قدار بن سالف هذا فتعاطى فعقر قال الله تعالى كذب الثمود بطغواه إذ انبعث أشقاها انبعث يعني أنه قام بسرعة مهرولا لقتل الناقة إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقتل قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها منصوبة ناقة الله يعني على التحذير يعني احذروا أن تمسوا ناقة الله هذه بسوء وناقة الله هذه مضاف مضاف إليه وهي إضافة التشريف من إضافة التشريف ناقة الله وسقياها فماذا حصل منهم فكذبوه كذبوا صالح صلى الله عليه وسلم ماذا عملوا فعقروها طيب ماذا حصل فدمدم عليهم ربهم بذنبهم يعني أطبق الله عليهم العذاب جميعا طيب في قوله تعالى فكذبوه فعقروها الذي عقرها هو قدر بن سالف وهنا الجمع يقول فعقروها ما قال فعقرها قالوا لهم كانوا متفقين على هذا الموضوع والذنب اتفقوا على هذه المعصية كلهم متفقين على قتل الناقة فأتى اللفظ بالجمع فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فكذبوه فعقروه فدمدم أطبق عليهم العذاب ربهم بذنبهم فسواها يعني سواهم بالأرض من العذاب ولا يخاف عقوباها بمعنى أن الله رب العالمين سبحانه وتعالى من عظمته وجبروته وقهره لكل شيء فهو القاهر فهو قعده حكم خبير أنه سبحانه وتعالى ليس مثل خلقه أنت الآن لما تريد مثلا تمكر بأحد أو تخادع أحد قطع أنك ماذا تفعل قبل أن تخدع هذا الشخص وتمكر به تفكر في العواقب ماذا سيكون لكن رب العالمين يعني رب العالمين قوته وجبروته وعظمته وقهره وهو القاهر فهو قعده حكم خبير لا يخاف عقبا ما فعله سبحانه وتعالى بها ولا مجرمين وغيرهم ممن عصى الله رب العالمين هذا ما أنا أقول الله تعالى ويخاف عقباها هذا هو تفسير جمال لهذه السورة الجليل العظيمة سورة الشمس وضحاها اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد على صد السلام وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاد منه نبيك على صد السلام وعبادك الصالحون اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العدام نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاة نقمتك وجميع سخطك اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأييده بتأييدك انصر به دينك وأعلبي كلمتك اللهم وفقه ولي عهد لما تحب وترضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى أصحاب أجمعين